طيب في حاجة متعلقة بالفترة اللي احنا فيها او الوقت اللي احنا فيه وهي دقة اللحظة كريتيكل اللحظة احنا في لحظة كريتيكل ليه كريتيكل بقى كريتيكل يعني دقيقة ومفصلية ومحورية وهمة اشان احنا يوم المكره ان شاء الله الجمعة حنبدأ الاسبوع الثالث في الفصل بتاع كورونا ده في حوالي اسبوعين عدوا منذ اكتشاف الحالات الاولى في مصر ويوم الجمعة والسبت حنبدأ في الاسبوع الثالث اسبوع الثالث ده هو مربط الفرس هو اللي عليه العين هو مفترق الطرق اللي يا اما نحاصر فيه الفيروس والحالات اللي عندنا دي اللي بالستة واربعين اللي تم الاعلان عنها النهاردة هو تبتدي تخف وما تلاقيش حد تعديه خدوا بالكواب من الجملة دي لانها دي الاهم الحالات خلاص موجودة لو الحالات دي قعدت لاربعتاشر يوم وخفت من غير ما تلاقي حد ياخد منها الفيروس الفيروس مش هينتشر ويبقى اخرنا الحالات اللي اصيبت وياخدوا وقتهم ويخفوا ويرجعون لنا بالسلامة لكن طول ما الحالة دي خلطت حد والحد خلط حد والحد خلط حد الفيروس هينضل ينتشر بلا حد بلا حد حد انفينيتي بلا نهاية وهي دي الخطورة الاسبوع التالت كان المفصل في كل دول العالم تقريبا كل دول العالم في علاقتها بكورونا الاسبوع التالت اللي هيبدأ بكرة في مصر ده هو الفايصل الاسبوع التالت في الصين كان بداية البيك كان البيك اللي نزل بعدها الكرف ونزل لدرجة انه بعد شهر شهر ونص الصين دلوقتي بتقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيش انتوا بقى مع كورونا وشوفونا انا بقى صنع واشتغل واعمل شغلة عالية وبتاع مدينة مدينة توهان اللي تتاشر فيها الوباء وكان كل سكانها عينين اعلنت امبارح الشفاء وقفلوا مستشفى العزل الطبي ومشوا الدكاترة شكرا على العكس بقى ايطاليا ايطاليا دلوقتي قلبنا وروحنا وعقلنا ودمنا وكل كلوينا معاهم الحقيقة حالة صعبة جدا حالة وبائية مميتة في ايطاليا اكبر اعداد من حالات الاصابة بكورونا واكبر اعداد من الوفيات امبارح ايطاليا سجلت اكبر عدد وفاة في يوم واحد ربعمية خمسة وسبعين مواطن ايطالي ماتوا امبارح بس من كورونا وده عدد ضخم ده عدد ضخم ايطاليا حصل لها اللي حصل ده بسبب الاسبوع التالت ان الطلاينا عملوا زي البعض اللي احنا للأسف بنحاول نوعيه هنا في مصر لك يا عمي ده بعيد في الصين احنا ملنا وبعدين ده احنا شعب جامل على فكرة طلاينا فيهم الفهلاء وبتاعتنا اقول لك احنا نهضر الزلط والجامدين ومش عارف ايه وبتاع واختلطوا وخرجوا وسهروا وشربوا وانبسطوا ودلوقتي بيدفعوا التمن ايران كذلك ايران المتقرمة المتعظمة اللي هي احصائيا كده لما تيجي تمسك الرقم وتضربوا في كذا مع احتماليات انتشار الفيروس حصل الانفجار الفيروسي في ايران في الاسبوع الثالث فاحنا عشان كده بقول لكم بكرة بابتنان من بكرة حدخلين على الاسبوع الثالث يا اما نروح في سكة ايطاليا وايران واسبانيا لقدر الله او نروح في سكة الصين اللي دلوقتي قاعدة بتشوف شغلها بتروح للدول اللي حصلت الفيروس وانتصرت عليه اشتركوا في القناة